أكدت وزارة تغيير المناخي والبيئة الإماراتية عدم رفعها حظر دخول بعض أنواع الخضروات والفواكه من الأردن الوزارة في بيان صحفي أكدت استمرار قرار حظر استيراد المحاصيل من الأردن وغيرها من الدول التي أعلن عنها سابقا إلى أن يتم استفاء المتطلبات اللازمة والتأكد من خلوها من متبقيات المبيدات وقالت الوزارة الإماراتية إنها خاطبت الوزارات المعنية في الدول المحظور دخول خضروات وفواكه منها وطالبت بالتزام المصدرين بالمعايير المعتمدة لدى الإمارات وإنها جددت طلبها لشهادة تحليل تفيد بخلو باقي أصناف الخضروات والفواكه المسموح باستيرادها من متبقيات المبيدات وأعلنت الوزارة مؤخرا حظر دخول بعض أنواع الخضروات والفواكه من أربع دول عربية بينها الأردن اعتبارا من الخامس عشر من الشهر الحالي نتيجة وجود أثار لمتبقيات مبيدات بمستويات أعلى من الحد المسموح به وفقا للمعايير المعتمدة لدى الإمارات